أشهد أن عليًا ولي الله أشهد أن عليًا أمير المؤمنين بيعة الغدير بكل عظمتها تختصر في هذا الشعار فهذا شعارنا الذي يجب أن تجتمع حوله عقولنا وقلوبنا وأن يتعلق به وجداننا أشهد أن عليًا ولي الله خلاصة ديننا خلاصة عقيدتنا بالله وبرسول الله أشهد أن عليًا ولي الله المائز الواضح واللامع البارق فيما بين الإيمان والكفر أشهد أن عليًا ولي الله عروة ديننا التي لا تنفصل فإنه لنفصام لها صلوات على سيد الأوصية وتحيات على أمير المؤمنين تأسيس برنامج القمع والإرهاب الفكري الذي لا زال موجوداً إلى اليوم هذا الأمر لا تعرفه الشيعة الذين هم بعيدون عن المؤسسة الدينية هذا الأمر يعرفه طلاب الحوزة الدينية أصحاب العمائم المؤمنين حتى لو كان موالياً للمرجع الأعلى يبقى خائفاً يبقى خائفاً ويبقى حذراً من أن يكون له موقف أن يصدر منه كلام وسيجر ذلك عليه الويلات هناك قمع وإرهاب فكري في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية في النجف في كربلاء في قوم في مشهد في كل مكان المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية مؤسسة مبنية على القمع الفكري وعلى الإرهاب الفكري لا يستطيع أحد أن يتكلم بكلمة إذا تكلم بكلمة تخالف مذاق المرجع الأعلى المرجع الأخرى المرجع الأضرط إذا تكلم المتكلم بكلمة تخالف مزاجه الحقير أتحدث عن المزاج الحقير القذري للمرجع الأعلم ليس في هذا الزمان في الأزمنة الماضية وفي هذا الزمان وفي الأزمنة اللاحقة فإن الويلات ستصب على رأس ذلك المتكلم هناك قمع وإرهاب واضح في أجواء هذه المؤسسة من هم خارج المؤسسة الدينية الشعية الرسمية لا يعرفون هذا لكن الحقيقة هي هذه ومن الآخر سيكذبونني ويقولون من أن الحوزة في النجف فيها حرية فكرية كذبون العواهر أصدق منهم العواهر أصدق منهم كذبون سفلة عقراء واقع حوزة النجف منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا على هذا الحال هناك قمع فكري وهناك إرهاب فكري وطلاب النجف يعانون من هذا وهم يسمعونني أنا لا أقول هذا الكلام على سبيل التحليل السياسي أو على سبيل الاستنتاج الاجتماعي أنا أحد الذين ضربوا بهذا القمع أنا أحد الذين ضربوا بهذا الإرهاب الفكري الديني هذه قضية أنا عايشتها ولا زلت أعايشها لكن كثرة الحمير من أتباعهم تضيع الحقائق تضيع الحقائق بسبب كثرة النهيق من حميرهم المتكاثرة الذين يتبعونه هذا هو السبب وإلا فإن الذي أحدثكم عنه هو مر الحقيقة هو مر الحقيقة هو لباب الحقيقة ولباب الصدق هناك كذبة لازلنا نعيشها نحن الشيعة من أن مراجعنا العظام العظام لابد أن نصفهم بالعظام حينما نذكرهم حينما نذكر المراجع لابد أن نصفهم بالعظام بالقنادر الكذبة التي كذبت علينا ونحن كذبناها على غيرنا لأننا صدقناها كذبنا على أنفسنا كذبنا على أهالينا كذبنا على الغرباء كذبنا على البعداء ناقشنا فيها تحدثنا عنها من أن مراجعنا واقفون في وجه الظالمين وهذه كذبة كذبة منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين مراجع الشيعة بنحو عام بنحو عام علائقهم بالحكام على أحسن ما يرام لكنهم يضحكون على عوام الشيعة من أنهم مظلومون من أنهم مضغوط عليهم والحكام يسمحون لهم بذلك لأنهم بهذه الطريقة يسيطرون على حمير الشيعة ومن خلال سيطرتهم على حمير الشيعة يضبطون حركتهم هذا لا يعني أن الجميع هكذا لكن أكثر من تسعين بالمئة من مراجع الشيعة وعلماء الشيعة عبر العصور حتى الذين حدثون عنهم من أنهم وقفوا بوجه الظالمين تلك أكاذيب تلك مسرحيات الحكام قتلوا بعض علماء الشيعة هذا شيء طبيعي الحكام يقتلون أبناءه يقتلون أخوانه ملوك الصفويين قتلوا أبناءه أحد ملوكهم قتل زوجته قتل أمه قتل ولده يقتلون عوائلهم هذا أمر معروف بين الملوك والسلاطين ملوك العثمانيين سلاطين العثمانيين فعلوا ذلك قتلوا أخوتهم قتلوا أبناءهم فما هو بغريب أن يغضب الملك السلطان على عالم شيعي ويصدر أمرا بقتله لكن هل فعلوا ذلك مع أكثر علماء الشيعة أبدا أكثر علماء الشيعة كانوا على علاقة جيدة مع الحكام وهذا الموضوع إذا سنحت فرصة سأفتحه وسأخرج لكم الأدلة من كتبهم من كتب نفس المراجع وسأخرج لكم الوقائع من تأريخهم من تراجمهم الأعم الأغلب كانوا على علاقات مع الحكام وكانوا يراسلونهم ويرسلون لهم الهدايا المراجع ويكتبون فيهم الشعر ويمدحونهم عظيم المدح وبعض هؤلاء الحكام كانوا أغبياء كانوا أقل من الحمير وهم يمدحونهم بالعلم والمعرفة والحكمة و وكانوا من أفسد الناس وهم يمدحونهم بأنهم حماة الدين ومن أنهم أركان التوحيد هكذا كانوا يكتبون لهم ويكتبون عنهم أنا لا أتحدث عن شخص واحد ولا عن شخصي ولا عن عشرة أنا أتحدث عن أكثر علماء الشيعة فهذه كذبة كذبت علينا من أن علماء الشيعة في مواجهة الظالمين أضحكة ضحك بها على أجدادنا وآبائنا الموجود في كتبهم يخالف هذا بدرجة مئة بالمئة خليني أقول لكم من الآخر أتحدث مع شباب الشيعة في العراق وحتى في غير العراق لكنني أريد أن أتحدث مع شباب الشيعة في العراق من الآخر أقول لكم شوفوا عدنا بالعراق وهذا موجود حتى في البلدان الأخرى لكنني أحدثكم الآن عن العراق لماذا؟ ليس لأنني عراقي ليس لأنكم عراقيون لأن المراجع كذبوا على العراقيين أكثر مما كذبوا على غيرهم لماذا؟ لأن غير العراقيين بعيدون عنهم فلا يخافون من شرهم ومن أذاهم إنما يخافون من شر العراقيين ومن أذى العراقيين إذا مطلعوا على الحقيقة فكيف يروضونهم؟ يروضونهم بالأكاذيب يكذبون عليهم يصنعون منهم حميراً ديقيين في البداية وبعد ذلك يعرفونهم الأكاذيب علفوا الحمير الديخيين الأكاذيب مثلما أعطيتكم هذا العنوان في الحلقة الماضية صناعة الكرامات الكاذبة لخداعي الحمير السائبة هذه خلاصة للعلاقة العظيمة العميقة فيما بين مراجعنا العظام القنادر وبين الشيعة أقول لكم من الآخر أحنا عدنا بالعراق عدنا بالعراق ثلاث مجموعات ثلاث مجموعات ذول أي حكومة تجي أي حكومة تجي علاقتهم تكون جيدة مع الحكومة والحكومات أيضا علاقتها تكون جيدة مع هذه المجموعات الثلاثة أول مجموعة كبار رجال الدين دققوا في النظر أنا ما أتحدث عن كل رجال الدين كبار رجال الدين المراجع المراجع مراجع الشيعة دائما علاقة الحكومة بهم جيدة وهم علاقتهم بالحكومة جيدة مهما كانت تلك الحكومة هذه قاعدة ليس لها استثناءات إذا كان لكل قاعدة استثناءات هذه القاعدة ليس لها استثناءات ربما تفسد علاقة الحكومة مع المرجعية هذا الأمر وارد فصاحب السلطان كراكب الأسد لا يعلم في أي لحظة يقلبه على الأرض ويفترسه هذه هي الحقيقة صاحب السلطان كراكب الأسد لكن على طول الخاط المراجع علاقتهم جيدة مع العكومات لكنهم يظهرون للشيعة من أنهم مظلومون مضغوط عليهم قد يتوجه إليهم ضغط لسبب من الأسباب لأمر من الأمور لسوء فعل يقومون به السلطان الحاكم الرئيس الملك لا يعجبه ذلك فيتخذ منهم موقفا سيئا لكن في المجمل العام العلاقات جيدة مع كل الملوك لماذا لأن المراجع طلاب دنيا لا يعرفون شيئا من الدين إنما يمارسون الدين لأنه جزء من شؤونهم الحياتية اليومية وجزء من برنامجهم الذي اعتادوا عليه ولا يمكن لمرجع دين أن لا يصلي أن لا يصوم هذه الأجزاء من الدين أمور عادية بالنسبة له هم طلاب دنيا ولذا يصبحون عبيدا عند أرباب الأموال ويصبحون كلابا أذلاء أمام الصلاطين هذا هو واقع المراجع العظام عندنا على طول التأريخ ومثلما وعدتكم قبل قليل إذا سنحت فرصة سأفتح ملفا في هذا الموضوع وسآتيكم بالحقائق من كتب المراجع من كتبهم أنفسهم وليس من مكان آخر وعلى طول تأريخ حوزة النجف منذ زمان الطوسي المشؤوم الخبيث وإلى يومنا هذا هذه المجموعة الأولى قلت لكم ثلاث مجموعات كبار رجال الدين المجموعة الثانية كبار شيوخ العشائر لا أتحدث عن الشيوخ الصغار أتحدث عن شيوخ العشائر الكبار أي حكومة تجي هم موياها وأي حكومة تجي هي على علاقة جيدة بهم وهذا الشيخ العشائري الكبير علاقة جيدة مع المرجع وعلاقة جيدة مع رجال الأمن بالليل يعزمهم على عرك وبعث شيوخ العشائر يطبخون التمن بالعرك للمسؤولي التمن يطبخوا بالعرك بالخمور ويضيفون الخمور على المرق على المرق لأن المسؤولين يحبون ذلك ومن يروح للمرجع هم ينطي خمس ينطي خمس للمرجع هتلية المراجع هتلية والشوخ العشائر هتلية والحكام هتلية المجموعة الثالثة كبار التجار كبار التجار أيضا يروح للمرجع ينطي خمس والمرجع يبيع أسراره وعنده علاقة مع المسؤول الحزبي هو هذا التاجر ويجيب له هدايا من الخارج وهدايا المرتة فتشوف أولادهم يسافرون وما تشملهم العسكرية الإلزامية ويدرسون بالخارج براحتهم ويرجعون ويشتغلون بالتجارة كيفهم داخل البلد خارج البلد تصير المشاكل والفتن داخل البلد ما تمر عليهم لا على كبار التجار ولا على كبار شيوخ العشاير ولا على كبار رجال الدين بس رجال الدين هتلية وسرسرية يضحكون على الشيعة أنهم مظلومون والشيعة تنوح وتبتش عليهم وتقرانهم أدعية الفرج هم هتلية كل شي ما بيهم هذه المجموعات الثلاثة هي متعاضلة فيما بينها واحد يحمي الثاني كبار رجال الدين كبار شيوخ العشاير وبالمناسبة واحد يعرف الثاني يدرون كلهم هتلية واحد يعرف الثاني ويدرون كلهم على علاقة جيدة مع أي حكومة ولكنهم يظهرون شيئا آخر خصوصا رجال الدين لأن رجال الدين هم الأكذب أنا شخصيا أنقل لكم تجربتي في حياتي ومنذ بدايات حياتي عايشت شياطين الأرض منهم؟ عايشت رجال الدين وعايشت رجال السياسة وعايشت التجار عندي علاقات مع تجار مع سياسيين ومع رجال الدين هؤلاء هم شياطين الأرض الذين يضحكون على الناس وأيضا يضحك بعضهم على بعض لكن الأخبث والأكذب والأقذر والأنجس والأسوأ هم رجال الدين وخصوصا الكبار المراجع أقذرهم المراجع أو سقهم المراجع أكذبهم المراجع أبعدهم عن إمام زماننا وعن دين العترة الطاهرة المراجع تجربة عملية أستطيع أن أثبتها بالوثائق والأدلة من كتبه ومن أحاديثه هذه حقائق يكذبونها ولا أبالي لكن الحقائق تحمل قيمتها في نفسها وقائل الصدق علائم صدقه واضحة على وجشه على محياه وعلى حركات جسده وعلى حركات عينيه بإمكانكم أن تشخصوا صدقي من كذبي إنني أحدثكم بأصدق الصدق وأنقلوا لكم أصدق تجاربي وأحدثكم عن واقع الحياة الذي تعيشونه اليوم وأعتقد أن كثيرين منكم يملكون تجاربا كتجارب التي حدثتكم عنها بالإجمال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول في التجارب علم مستأنث في تجاربنا نحن أو فيما نتعلمه من تجارب الآخرين ألا يقول الحكماء من أن من تعلم تأريخ سنة زاد عمره سنة وربما أكثر من تعلم تأريخ سنة من تأريخ العالم زاد عمره سنة يقصدون زادت خبرته زادت خبرته في السنين مثل ما قلت لكم أمير المؤمنين يقول في التجارب علم مستأنث علم جديد في تجاربنا وكذلك في تجارب الآخرين حينما أحدثكم عن تجارب أو عن تجارب غير أو عن واقع التأريخ هذه الحلقات التي عنونتها الألبوم التأريخ فيها الكثير من التجارب الماضية تستطيعون أن تنتفعوا منها وأن تعرفوا نتائج وقاع أيامنا هذه الذي يعرف الماضي كما يقولون فإنه يعرف الحاضر والمستقبل معرفة الماضي تقودنا إلى معرفة الحاضر والمستقبل نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر